السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم جميعا في اكاديمية تيم الاستعداد لمتحان البرد الامريكي في النيوتريشن ديسمبر الفين اربعة وعشرين. زي ما احنا كلنا عارفين البرد الامريكي في النيوتريشن الامتحان اصبح متاح طول السنة. اكاديمية تيم بتحدد معادين للدارسين يمتحنوا فيهم معاد في شهر ستة ومعاد في شهر اتناشر من اجل تجميع الدارسين والتركيز معهم. الدورة بتاعتنا ان شاء الله هتبدأ يوم عشرين خمسة. اه زي ما انتم شايفين 제جاد کو عبارة عن عمود على اليسار وعمود تاني جنبه على يمين. العمود على اليسار ببين التاريخ اللي هنبدأ فيه مذاكرة الشابطر. والعمود العالمين ببين الموديول اللي هنذاكره. يعني لما جي اشوف الجادولعشرين خمسة قدامه شابطر ده معناه ان بداية من يوم عشرين خمسة هذاكر تسجيلات شابطر الكورس المكسف اللي هو كورش عندنا بيبقى كله تسجيلات مع جدول تنظيم مذاكرة. المذاكرة بتاعة شابتر وان هتستمر لحد يوم تلاتة وعشرين خمسة. بداية من يوم اربعة وعشرين هنذاكر شابتر اتنين وشابتر تلاتة. يبقى ده النظام بتاعنا مذاكرة تسجيلات الموديولز اللي موجودة طبعا على الموبايل امبليكيشن او على فيسبوك جروب جوجل درايف بنحملها على اللابتوب بتاعنا ونشغلها. بنستمر على هذا النظام لحد يوم آآ ستاشر حداشر بنبدأ آآ ساعتها مرحلة الترنيدو. مرحلة معسكر حل اسئلة الامتحانات السابقة. وبتستمر معانا عشرين يوم لحد يوم ستة اتناشر. وعشان كده احنا بنتفق مع كل زملائنا الدارسين ان هم يختاروا معايد الامتحان بتاعهم من يوم ستة اتناشر لحد يوم خمستاشر اتناشر ان شاء الله. وبكده هيكون في تجميع لكل الدارسين في نفس الوقت ومذاكرة معاهم وتركيز معاهم بشكل افضل. الملحك بتاعنا متقسم تلاتة وتسعين في المية اجزاء علاجية. وسبعة في المية اجزاء جير علاجية اللي هي والبيوستاتيستيكس والكواليتي والريجوليشن. عايز اقول كمان ان امتحان الامريكي دلوقتي اصبح آآ بيتم على مرحلة واحدة. بمعنى ما كانتش زمان كان بيتم على آآ تو بارتس وبينهم بريك. كان الدارس بيدخل امتحان الورقة الاولى. وبعدين بريك وبعد كده الورقة التانية. دلوقتي اصبح الامتحان عبارة عن مرحلة. وقت واحد تلات ساعات وخمسة واربعين دقيقة بدون بريك. طبعا امتحان بيبقى كمبيوتر بيزد. داخل سنتر من مراكز الامتحان موجودين في الدول العربية المختلفة. مسلا في مصر عندنا مركز امتحان في القاهرة واسكندرية. في السعودية في الرياض وجدة. في آآ عندنا في قطر في الدوحة والامارات دبي وابوظبي. وكمان في الكويت العاصمة. وفي بغداد. ومعظم الدول. طبعا في دول ما فيهاش امتحانات. وطبعا زي السودان وزي لبنان. وزي آآ مسلا دولة ليبيا. بيمتحنوا في اقرب دولة ليهم. آآ طيب الامتحان بيكون مية وخمسين سؤال. والمية وخمسين سؤال دول هم مية وخمسة وعشرين سؤال بس هم اللي بيتصححوا. آآ الباقي خمسة وعشرين سؤال موجودين في الامتحان ومحدش يعرف هم ايه. الاسئلة ديت ملهاش سكور. طب ايه سبب وضعها? سبب وضعها ان البورد عايز يطور المناهج ويحدس الامتحانات المستقبلية. فهيعملهم من اجل المستوى. طيب في بقى تحديث مهم ما حصل اللي هو ان الدارس يجاوب السؤال ويتنقل السؤال اللي بعده ما يقدرش يرجع للسؤال اللي فات. بمعنى لما اجي اجاوب السؤال الاولاني واختار الاجابة خلاص وروحت للسؤال التاني ما اقدرش ارجع للسؤال الاول مرة تانية. فمعنى كده اني لازم ادرب نفس كويس ان اختاري الاجابة بشكل صحيح في طايم مناسب بدون زيادة في الوقت وبدون تأثير في الوقت بحيس ان انا خلاص ما عادش قدامي فرصة ارجع للسؤال اللي انا حليته مرة تانية زي زمان. ده النظام اسمه فورورد اونلي فورمات. اكاديمية تيم وصل عدد النجاحين معها في بورد النيوتريشن لمية تسعة وتمانين ناجح من اصل ميتين بنسبة نجاح خمسة وتسعين في وتوتل اللي عندنا وصلوا الالف وربعمائة صيدالي حصل على شهادة بعد الدراسة في اكاديمية تيم ورفعنا شعار تمانية وعشرين نجمة كل النجمة بتمثل خمسين ناجح ان شاء الله كلكم قادرين ان انتم تنجحوا لان اللي نجحوا قبل كده مش احسن منكم وان شاء الله بالمتابعة والاستمرار ونظام اكاديمية تيم المميز اللي معروفة بيه في كل انحاء العالم ان شاء الله توصلوا معنا لقمة النجاح. ودايما الاكاديمية تيم فوق اي قمة. التواصل مع اكاديمية تيم رقم موبايل واتساب زيرو زيرو اتنين زيرو عشرة ستة اربعة اتنين زيرو زيرو سبعة اربعة اتنين. شكرا لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.